من مجلس الامة ازدل الستار اليوم على فعاليات النسخة الثانية من مشروع الوعي الوطني بحضور نيابي شبابي حقا نتواجد اليوم في هذا الملتقى وفي هذا الحوار العام الثاني على التوالي كان لي دور في العام الاول احدى ورش العامل كنت متواجد فيها اليوم احنا متواجدين في مجلس الامة ومجلس الامة حقا نحن كعضاء سعيدين باستضافة الاخوة الشباب والتواجد معهم في هذا الملتقى ما في خلاف بان المستقبل القادم هو للمبادرات الشبابية والقطاعات الشبابية والمستقبل الاقتصادي كله قائم في العالم كله على دعم المبادرين وبالتالي مجلس الامة والمبادرات الوطنية مثل هذا المشروع بلا شك يعزز من تقارب الأفكار بين كل القطاعات المعنية في هذا الشأن احنا سعداء جدا في الهيئة العامة للشباب نكون داعمين لمشروع من اهم المشاريع هو المشروع الوعي الوطني وخاصة لمقدم هذا المشروع مبادرة شابة استاذ النور لهويدي اليوم نشوف انه مبادرة من فكرة الآن مبادرة الآن شراكة مجتمعية نشوف الجهات سواء حكومية أو مجتمع مدني والآن نشوف اهتمام كبير من مجلس الامة برعاية من معالي رئيس مجلس الامة مرزوق القانن وألقت الدكتورة معصومة مبارك كلمة حتى تخلالها على ضرورة الاهتمام بالوعي الوطني لم يعد كافيا حمل وثيقة وشهادة الجنسية أو أن نردد الأقان الوطنية في المناسبات لكي نعزز الشعور بالمواطنة بل علينا أن نعي خطورة الانتماءات الفرعية وأنا هذا أحب جرح عليها ألف خط لأن في بعض الأحيان الانتماءات الفرعية تطفو وتطغى على الانتماء الوطني مشروع الوعي الوطني هو مشروع وعي وطني شامل لشباب الكويتي القصد منه أن نحن نحقق فيها أهداف الشباب الكويتي تحت أسس وأرض صلبة تنطلق منها من خلال معرفتها بتاريخ الكويت سلطات الثلاث في الدولة وحقوق وواجباتها من الدستور الكويتي